السلام عليكم عزيزي الطلبة راح بكم في درس جديد من دروس الاحياء للمتميزين ادنى اه طبعا ادنى منها في البداية ادنى ادنى اه طبعا بناء جسم الانسان راح نشوين المحتويات خلايا جسم الانسان انسجة تنظيم الجسم الانسان طبعا هنا هندي الاتومز هنا الدرات مولكولز جزئات الخلايا تيشوز الانسجة وارغان العضو وهنا عندك اورغان هاي كفت امثل اورغان سيستم هذا الجهاز العضو وهنا الجسم الانسان طبعا هنا هندي بيها توكلين على الله سبحانه هو تعالى ادنى هايو من بادي سيلز هايو من بادي سيلز خلايا جسم الانسان هنا يقول لي سيلز are the building blocks of our body يقول لك الخلايا هي اللبنة اللبنات الاساسية لجسمنا جميع الفعاليات الايضية يتم اداؤها ضمن الخلايا الاساسية الميتابولوظم الايض excursion هنا عندك الاخراج اه 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 ريبوديكشن التكاثر اه 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 نقره اه 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 تكاثر اه 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 تكاثر ريسبراشن التنفس اه 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 تحفيز هي الوظائف الأساسية التي يجب أن تؤديها الخلايا طبعا الجسم البشري هو أفضل تنظيم عبارة عن جسم منظم يقول لك هنا الجسم البشري هو الأفضل تنظيما وتطورا من بين جميع الأشياء وفقا للتشريح البناء التشريحي بناء التشريحي وفق البناء التشكلي والفيزيولوجي وعندك التشريحي وفقا لهذه الأشياء يعني تقدر تقول جملة الجسم البشري هو الأفضل تنظيما من بين جميع الأشياء وفقا للبناء البناء التشريحي والفيزيولوجي والعندك التشكلي لديه العديد أو هو يمتلك أنظمة منظمة بشكل جيد والتي تكون معقدة وتعمل بشكل متقن وفقا للكائنات الحية الأخرى هنا أجزاء الخلية هنا التركيب ووظيفة أجزاء الخلية عندك هنا التي تطلع عليها الريبوسومات ريبوسومس سايتوبلازم هذا الجو عندك نوكلوس النواة عندك هنا شبكة البلازمية الداخلية جسيم جسيم الميتوكوندرية بيوت الطاقة وهنا الغشاء الخلوي خلية بشرية نموذجية خلية بشرية نموذجية خلية بشرية نموذجية هنا قرينا طبعا يقول جميعها تتكون من الغشاء البلازمي الغشاء الخلوي السايتوبلازم والنواة هنا عندك البناء الوصف وفونكشن الوظيفة طيب لو نشوفه هنا شوفنا جدول 1 الأجزاء الرئيسية للخلية ووظائفها لو تشوفه هنا عندك هنا الغشاء الخلوي طبعا يتكون طبعا من البروتين والليبيدات والكاربوهيدرات الوظيفة يعني يغطي أو يغلف المحتويات الخلوية وينظم التبادل المواد ويساعد في صيانة أو المحافظة على شكل الخلية ويتواصل مع الخلايا الأخرى عندك ستايتوبلازم الجيلي الجيلي like structure found between nucleus and cell membrane جيلي like يعني يقول لك تركيب جيلي like structure تركيب يشبه بمادة الجيلاتينية الجيلي هلامي found موجود بين الخلية العفو النوى والجدار الخلوي provide environment for biological reactions and cell organelles يوفر شنوى يوفر البيئة للتفاعلات تقدر تقول يعني ردود الأفعال التفاعلات الكيميائية والcell organelles العضيات الخلوية طيب نوكليوس نوكليوس النوات سيفيريكل سيفيريكل ستركتشير bounded by double membrane يقول هنا تركيب كروي bounded محاط بشنوى double membrane محاط بغشاء المزدوج control cells activities يسيطر على الفعاليات الخلوية تمام نسيان نسير organelles العضيات الخلوية طبعا عدنا structure تركيب description الوصف وفونكشن الوظيفة رايبوسوم عدنا الريبوسومات non-membranous non-membranous organelles composed of RNA and protein الريبوسومات طبعا هي هنا شي يقول لك عضييات عضييات تقدر عضي او عدنا مفرد عضي شنوى غير غير غشائي عضيي غير غشائي يتألف من الRNA هذا الحامض الريبوسومي و and protein وظيفته synthesis protein شنوى هذا ينظم البروتين او ينتج ينتج او يصنع تقدر تقول السينثي سينثي سايز بروتين يشكل او يكون البروتين طيب endoplasmic ريتي كولوم طبعا الشبكة البلازمية الداخلية network of internal membranes او كي extending through the سايتو بلازم شبكة من الاغشية الداخلية تتوسع وتمتد عن طريق او عبر شنوى عبر السايتو بلازم مظيفتها material production and transport انتاج المواد والنقل جهاز جهاز جولجي جهاز كولجي ستاكس اه ستاكس اوف ممبرينيوس ساكس طبعا هذا يكون يعني اشبه بالمخزن للعضيات او للاغشية والاكياس الغشائية اه العفو اسف يعني هو شكله اشبه بالاكياس اكياس من الاغشية الاغشية اللي تكون اشبه بالاكياس وظيفة شنو formation packing and secretion of exportable materials وظيفة تكوين رصف واخراج شنوى اخراج اه اه او exportable materials المواد شنوى الخارجة اوكي الداخلة والخارجة المواد العفو export المواد الصادرة اصلا exportable المواد الخارجة اللي اللي تخرج عندك الميتو كوندرية بيوت الطاقة عضيات غشوية مزدوجة طبعا يوجد بها شنوى يوجد بها غشاء شنوى داخلي وظيفتها تكون اشبه ببيت الطاقة او في سرل الخلية تنتج الطاقة من نوع سايت عفو سنتر سنترسام سنترسام هذا شنوى الجسيم المركزي تراكيب غشائية متكونة من سنتر 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 يعني متكونة من اثنين من الاشياء المركزية اللي تكون داخلها وظيفتها شنوى تساعد في انقسام الخلية لايسوسوم لايسوسومات ممبر نيوس ساكس طبعا اكياس غشائية تحتوي على شنو الانزيمات الهضمة شنو وظيفتها طبعا هنا انترا سللر انترا سللر دي جسشن وظيفتها عادة تكون شنو الهضم زين الفجوات تحتوي على يعني مولكيول جزيئات شنو عضوية ولا عضوية شنو وظيفة خزن المواد ويست خزن المواد ويست اند ووتر والتخلص من النفايات وال يعني الاشياء الاجسام الضارة والماء اوكي عزي طيب طبعا هنا اشبه بالتمرين النشاط احنا شي يقول يقول طبعا يقول لك خذ اشبه به هذا المشبك اشبك اوكي قطني نظيف وبرفق شنو قم بقشط شنو الجزء الداخلي من الفم مالتك آآ سمير احنا آآ 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 ضاع الشنو هذا المشبك القطني آآ في مركز المجهر شريحة المجهر يعني اثنين او ثلاثة لمدة ثانيتين او ثلاثة اضف قطرة من الميثيلين الازرق محلول المحلول الازرق المثلين وضغط يعني في الاعلى ابعد اي يعني اي محلول يعني هذا راح يخرج من خلال السماح من خلال السماح يعني هاي منشفة او فاتشي مثل الشي بسيط ورقي هاي العادة ان الورق اللي يكون شفاف لملامسة هذا الغطاء الشي اسمه الجزء مالته وضع الشريحة على المجهر بهاي قوة تكبير طبعا اربعة في عشرة اه ان بوزيشن في وضع واتو فاين اسيل ليجاد الخلية اذين فيو اتهاير ماجنيفكيشن and draw what you see ثم يعني شاهد بتكبير كبير كلش وارسم ما تراه طبعا اهنا عدنا الشي اسمه الاكسرسايز 2 is there relation between the shape and function of the cell هل هناك يعني اه علاقة بين الشكل ووظيفة الخلية لماذا why what would happen if the cell membrane made up of solid substances instead of protein lipids and carbohydrates what would happen ما الذي يمكن ان يحصل لو ان الغشاء الخلوي اه تكون من مواد صلبة بدلا من البروتينات والليبيدات والكاربوهيدرات اوكي ازاي نتوقف هنا والتقيكم في درس قادم وإلى اشتركوا في القناة